دكتورة عظيمة يعني في الصحة النفسية بتقول ان 27.5% من المصريين معرضين للاصابة بامراض نفسية وان في 7% مصابين بالفعل بامراض نفسية المجموع يعني 24.7% يعني مش عارف يعني يبقوا كام تبقى انا واثق ان في 7% يعني مرضى نفسيين منهم طبعا اكيد الاخوان والاعيال بتوع كسبة ابريل على الاشكال اللي انتم عارفينها دي بقى على العيال على الكلاب المصعورة اللي في تركيا دول امراض نفسية دول يعني لازم ودهم الطب الشرع هيقولك عندهم امراض نفسية عندهم امراض كتير جدا الجماعة اللي في تركيا دول الولاد المصعورين الاشكال المصعورة اللي في تركيا دي منهم الكمبرس والعيال امراض نفسية فعلا لكن مش الشعب المصري قول ان في 7% هم الاخوان الارهابية وكل المطريد اللي بره ها يتمشي لكن خمسة اربعة يتمفل ليه يعني بس انا عايز اسأل الدكتورة سؤال والله العظيم هي تصرحات سيادتك دي المقصود بها ايه الاسقاط على ايه على حاجة معينة اصلا حضرتك ما شرحتيش ان 27% دول بيعانوا من ايه ولا جالهم المرض النفسي ليه ما عرفش هتعامل يعني مع تصرعات حضرتك بحسن النواية وهقولك يعني يعني الحقيقة فعلا في مرضى نفسيين فعلا في مرضى نفسيين واحنا بنقول علوم كل يوم وللأسف بيحملوا الجنسية المصرية زي العال بتورح بتوركها اللي قلتلكوا عليها الواد معتزة تحس كده ان عنده روشة ها يعني عنده مش مصبوط يعني تلاقيه بتنطط وبتاعه والتاني اللي اسم محمد ناصر يفضل يتقصع ويعمل لك ويزوبع يطلع يتفتف والواد الكمبرس العالي الكمبرس هوريكم الفرق بين الفنانين المحترمين والكمبرس هوريكم الوقتي مش كل واحد فيهم وقف يتكلم وفيه بالواد زي معتزة بحط روش كتير والواد محمد ناصر ده بيفكرني والله محمد ناصر ده بيفكرني بالفيلم بتاع عادل امام اسمه التجربة الدينماركية الواد اللي كان طالع في دور العريس جوز الخبرة البت اللي بقول عليها الخبرة دي في الفيلم ايه ده؟ ولا تقصد دي مثلا عمر حمزاوي اللي بدأت تظهر عليه كده تتصرفات غريبة مش عارف يعني الظاهرة دي بتنتشر عندهم الشوية دول اللي هما السبعة في المية اللي بتظهر عليهم اعراض الهسهاسة كده ولا ممكن حضرتك تقصد المعلم بطيخة ممكن تقصد المعلم بطيخة الشهير بالبردعي اللي يعني يعني التويتر لحز دماغه ولا تقصد بقى الأسواني اشتركوا في القناة